موسيقى ومحطات مختلفة من حياته البنية مرورا باللوحة الأخيرة التي عبرت عن ملحمات أو نكبة العبارة حقيقة حضر هذا المساء وفي هذا المكان جمهور غفير من المعنين والمختصين من الفنانين الموصليين من التشكيليين وغير التشكيليين ابتهاجا بافتتاح هذا المعرض ونتمنى أن تكون هذه المعارض دوم واستمرار لتغني الحياة الطبيعية لهذه المدينة التي خرجت من نكبة شديدة الوقع على نفوس أبنائها نتمنى أن تتبقى هذه التظاهرات الفنية ونتمنى التوفيق والنجاح لفناننا الأستاذ أحمد الدقيق ومن الله الموفقية الفنان ضياد مرعي مخرج مسرح زيارتنا لهذا المعرض كانت زيارة غريبة من نوعها ومنتجة في الوقت نفسه فكانت الفقرة الأولى هي توزيع كتاب عن نتاجات النتاجات الفنية للفنان الدكتور أحمد دخيل وهو يعتبر مدرسة في حد ذاتها في هذا التوجه لأنه مبدع في كل ما أنتجه في إنتاجاته المستلقى وقد أيد ذلك ما شاهدناه في المعرض من لوحات وكانت في غاية الروعة وهي تمثل ليست مدرسة واحدة من مدارس الفنون المعروفة وإنما مجموعة مدارس اقتصطاعة الفنان بمسجها وإخراجها بإخراج مميز فله ألف شكر وله التهنئة على هذا المعرض الفريد من نوعه وافتتح مساء هذا اليوم المعرض الشخصي الثامن وعلى قاعة أرض الرافدين تضمن المعرض ما يقارب 27 لوحة تناوت موضوعات تراثية إضافة إلى موضوعات تهم الوقت الحاضر لمدينة المنصل وفاجعة العبارة التي فجع بها مدينة المنصل وكانت إهداء الشهداء الذين سقطوا على أرض هذه المدينة وكذلك تم توقيع كتاب الخاص به شكري وتقديري من حضر ودكتور أحمد داخين النقيق ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر